من جانبه قال طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن جلسة اليوم شهدت مناقشة قوانين انتخابات الرئاسة المقبلة ولفت عبدالقوي إلى أن النقاشات شهدت تتطرق إلى كافة إجراءات تنفيذ هذا الاستحقاق النهاردة كنا نمناقش موضوع غاية في الأهمية نحن داخلنا على الاستحقاق الدستوري تبقى للمواد من 140 و141 و142 من الدستور والذي هو انتخابات الرئاسية القادمة طبعا نقاشنا بشكل مصطفيد القانون الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات وهيئة الهيئة المعنية بالإشراف على الاستفتاءات والانتخابات سواء المحلية أو النيابية أو الرئاسية نقاشنا أننا نعدل في هذا القانون الهيئة الوطنية للانتخابات ولكن نفعل كل ما جاء فيه من مواد سواء الاختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات دي 26 اختصاص ما بين فتح باب الترشح الدعاية الانتخابية الإنفاق على العملية الانتخابية تسهيل الأمور للمواطنين المقارات الانتخابية تسهيل الأمور للمصريين المقيمين في خارج لزوء الأعاقة أيضا ضمانات العملية خاصة بالنزاية العملية الانتخابية كل دي احنا كنا بنناقش بأفزين مسألة بشكل مفصل وبنأكد على أن العملية الانتخابية في مصر تحت إشراف قضائي وكنا بنناشط أيضا أن احنا كل المواطنين المصريين نحن نطمنهم العملية الانتخابية نزيهة حق المرشحين أي أن كان عدد المرشحين